إعادة الانتشار في الحديدة قصة أممية لم تراوح مكانها بعد فهي في لغة الأمم المتحدة المليئة بالتفاؤل تسير بشكل بطي لكنها بنظر الحكومة مجرد وعود أممية تنتظر الضغط على ميليشيا الحوثي المتهمة بعرقلة إجراءات تنفيذ الاتفاق الدولي الحكومة أكدت أنها تلقت وعوداً أممية بعدم الانتقال إلى مرحلة الانسحاب من مدينة الحديدة إلا بعد أن يتم التأكد من أن تسليم الموانع ليس مجرد دعاة حوثية في إشارة لحادثة التسليم الصوري إبان رئاسة باتريك كاميرت لبعثة المراقبين العود الأممية أتت بحسب تصريحات وزير الخارجية خالد اليمان للشرق الأوسط بعد تحفظ الحكومة على خطة لوليس غارد التي لم تنص على تسليم المؤسسات الرسمية في الحديدة وموانيها لموظفي ما قبل 2014 اليمان لم يخفي في حديثه للشرق الأوسط شوكوكا في نجاح بنود اتفاق الحديدة مسجلاً استغرابه من عدم إشارة المبعوث الأممي خلال إحاطته بمجلس الأمن إلى عرقلة ميليشيا الحوثي لإعادة الانتشار الحكومة على لسان اليمان استنكرت الأحاديث الأممية عن ضرورة تعاون جميع الأطراف لفتح ممر إنساني من الميناء باتجاه مطاحن البحر الأحمر كون هذا الطريق تحت سيطرة ميليشيا الحوثي وملئاً بألغامها ملف الأسرى والمعتقلين يواجه نفس إشكاليات ملف عادة الانتشار فلم يتم التوصل بعد إلى توافقات حقيقية بشأن المعتقلين ورغم أن الصفقة الأممية تدعو لإطلاق سراح الجميع مقابل الجميع إلا أن ميليشيا الحوثي تفاوض كما يصف اليمان بطريقة إيران تجزئة المجزة